اول سؤال هنجاوب عليه النهاردة من الاسئلة اللي وصلت لنا سؤال من حساب عزة سيد بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عايزة اعرف ايه هي شروط الجواز العرفي عشان يبقى حلال اهو السؤال دوت انا بحظر ان الناس تجاوب عليه كده ليه طيب لان في الحقيقة كلمة الجواز العرفي على الاقل بتستعمل باربع استعمالات عندنا فاني جواز عرفي بنتكلم عنه فاذا كان الفقيه او اذا كان المفتي بيعرض عليه سؤال مثل هذا لازم يجاوبه بحكمة ما يجاوبهوش مباشرة كده فالزواج العرفي يطلق على الزواج كامل الاركان وغير موثق ويطلق على الزواج اللي فيه البنت اتجوزت من وراء اهلاها ويطلق كمان على الزواج اللي كان ظاهرة واضحة اوي في التسعينات واستمرت اللي هو جواز الجامعات ان الناس تروح تتجاوز مع بعض جواز عرفي يلموا بعضهم واحد يروح جايب الشلة ويروحوا شاهدين على بعضه ويتجاوزه وفيه كمان الجواز العرفي اللي هو الجواز اللي الناس بتعمله عشان تتهرب من توسيق الزواج عشان ياخدوا كمان المعاش بتاعه حكاية استعمالت كتير جدا 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 فاي جواز عرفي احنا عصدينه فعشان السؤال ما فيهوش ده فانا بقول لما ييجي حد يقولك يا الزواج العرفي ايه حكمه انت في الشرع ما نعرفش غير الجواز كامل الاركان كامل الاركان في اكتمال الاهلية لطرفي العقد اللي هم الزوجين كمان فيه ولي وكمان فيه شهود وكمان فيه كل الاسباب التي تضمن هذا الجواز بما في ذلك الايه بما في ذلك كمان التوثيق لان التوثيق اصبح احد الضمانات الاساسية لحقوق الزوجين مش على فكرة مش حقوق الزوجة بس ده حقوق الزوج كمان فلازم يبقى فيه توثيق ولذلك احنا لما يجينا حد يقول لنا والله انا جوازت جواز عرفي يعني مش موسق فقول له انت تجوزت فبتقول لي انا جوازت جواز عرفي يعني ما وثقتوش بس كامل الاركان اقول لها كامل الاركان اروحوا يوثقي تقول لنا كنت عايشة فيه حلال بس لما تقول لي ان انا جوازت لما تيجي قبل كده تقول لي انا جواز جواز عرفي يعني مش موسق قال لها لا ما تتجوزيش أو أتجوز جواز بدون وليا قال لها لا ما تتجوزيش طب ليه ليه لأنها بتتسألني قبل الجواز زي ما سيدنا الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم جالوا شخصين بيسألوا نفس السؤال فأجاب لي واحد إجابة وأجاب لي واحد إجابة واحد جاي بيقول له هل للقاتل توبة قال ليس للقاتل توبة واحد تاني جاي قال له هل للقاتل توبة قال للقاتل توبة فتلمزته قال له ايه ده أنت أجابتين قال لي اللي جاي الأولاني ده اللي بيسألني هل للقاتل توبة فقلت له لأ نعمل يا نشر ده راح يقتل لم عسفه وسنه وخلاصه يروح يقتل فقلت له ليس للقاتل توبة وذا صحيح إذا كانت التوبة مقصودة أن هي بتمحوا الصغائر فلا ده هو في الحقيقة إن القاتل كبيرة فيكون في المشيئة فكلامي صحيح طب والتاني هل للقاتل توبة نعم للقاتل توبة حتى لو كانت دي إن الله يغفر للذنوبة جميع فهو كمان يروح يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأن التاني ده كان أتل فعلا وجايب منكسر وعايز يتوب إلى الله هنسد عليه باب التوبة لا هنفتح عليه باب التوبة ونقول له كده إيه ده إذا النفاته بتختلف بتختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص فلا هيجي يسألني قبل الجواز غير لا هيجي يسألني بعد الجواز الكلام ده كله عشان ما يبقاش فيه لغة كبير في القصة دي عشان بس يبقى المسألة واضحة إحنا بنتكلم باعتبارنا مفتين أما اللي بيعملوا الناس الناس لازم شويتين ثلاثة في الجواز تبقى عندها حكمة عشان ما يبقاش فيه حد بيرخص نفسه وحد بيضيع حقه وحد بيبقى أنا آسف يعني يبقى زواجة سهلة أو زواجة ترانزيت حد يجوزها ويطلقها وقت ما ياخد مراده وتنتهي الجواز على كده الجواز ميثاق غليظ فلابد أن احنا نهتم بالجواز ولابد أن احنا نحترم ميثاق الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر